السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة القرويين OpenCourseWare موضوع اليوم هو البوست كونفيرتر سنقوم باناليوجيس للبوست كونفيرتر ما يسمى كذلك برافع الجود أو بستيباب كونفيرتر وكذلك يتكون كالباك كونفيرتر من اندكتر ومن سويتش يعني سويتش انها تغير مكانها من مكان واحد الى اثنين الفرق ما بين الباك كونفيرتر والبوست كونفيرتر هو ان السويتش كانت في هذا المكان والاندكتر كان في هذا المكان وبالنسبة البوست كونفيرتر والاندكتر يأتي لهذا المكان والسويتش يعني تغير المكان ويصبح باك كونفاتر يصبح بوست كونفاتر بالنسبة للسويتش ممكن أننا نعود السويتش في هذا المكان بباور موسفت وفي المكان الثاني بدايود نتمكنه من تحكم في هذه الدارة بتحكم منها في الباور موسفت يعني أنا لما نطبقه تياراً جيت أنا جهداً جيت سورس على الموسفت يعني أكبر من تريشولد فولتج للموسفت نقوم بغلق الموسفت بحيث أن التيار الكهربائي يمر في هذه الدارة وفي هذه الدارة لما يكون الكابوسيتر مشهوناً ولما نفتح الموسفت بتطبيقنا جيت سورس أصغر من تريشولد فولتج إلى صفر نقوم بفتح الموسفت وتكون الدارة في هذه الاتجاهة يعني في البوزيشن وغن تكون الدارة على التالي وفي البوزيشن 2 تكون الدارة هي كالتالي يعني الاندكتور كورينت يشحن الكابوسيتر ويعطي لللود طاقة ممكن أن نجد العلاقات لما تكون السويتش في البوزيشن 1 العلاقة للإندكتور فولتج والكابوسيتر كورينت إندكتور فولتج يعني في البوزيشن 1 يكون VL يساوي VG والكابوسيتر كورينت بحكم أن كابوسيتر في هذه الحالة هو الذي يعطي لللود طاقة يعني يكون الكورينت الذي يمر هون الكورينت بالنسبة لللود هو V على R يعني الكورينت لكابوسيتر هو ناقص V على R وبحكم أننا استطعنا في الحلقة الماضية التعرف على ما يسمى بـ Small Ripple Approximation يعني نقوم بهذه العملية ونعود يعني V صغيرة بV كبير لأننا كان Small Ripple Approximation هي طريقة تعلمناها ورأينا كيف أننا نطبقها ومتى نطبقها وفي هذه الحالة بالنسبة لللود فولتج V هو يكون في ريبل يعني يكون V يعني اللود فولتج هذا الفولتج هو DC Component V كابوسيتر في زائد ريبل بحيث أن الريبل سنعمل بتقريب له لسفر ويبقى كابوسيتر في هذه الحالة وتكون العلاقة للإندكتر فولتج والكابوسيتر كورينت على التالي في البوزيشن وان في البوزيشن تو كذلك نبحث على الإندكتر فولتج والإندكتر كورينت تكون هذه الضارة يكون VL هو VJ ناقص لوود فولتج ويكون الكابوسيتر كورينت هو إندكتر كورينت ناقص لوود كورينت يعني يكون هذا هو الجمع ما بين تيارين وكذلك نطبق small ripple approximation على load voltage وستكون عوضة V اللي يتضمن الريبل يعني ستكون capital V يعني سوى فقط DC Component يعني الإندكتر فولتج رأينا لم رأينا بأن في البوزيشن وان أن الإندكتر فولتج هو VJ وفي بوزيشن تو هو VJ ناقص V capital V وهون هو VJ وهنا ممكن أن نرسم المنحنة للإندكتر فولتج بحيث أن في بوزيشن وان من سفر إلى D سيكون هو VJ ومن من D من هون يعني من Dx Ts إلى Ts سيكون هو VG minus V كذلك الcapacitor current رأينا بأنه في المرحلة الأولى يعني بوزيشن وان كان هو minus V على R وفي البوزيشن تو كان هو E minus V على R نسترق كذلك للإندكتر كورينتر لأنه نحن نعرف بأنه V L هو الـ L times D على DT يعني لو أردنا أن أن نرسم A يعني D A على DT هو واحد على L V L ويعني V L في البوزيشن وان في هادل المرحلة لما يكون V L هو V J يعني نقسم على L هذا هو slope يعني slope V J على L في هادل المرحلة وفي المرحلة الثانية سيكون V J minus V على L وبالتالي نستطيع أن نرسم كذلك منحنة للإندكتر كورينتر مرحلة الثانية من صفر إلى T S هادل V J على minus V من قال لنا بأنها سالبة يعني لشيئين وأن بوز كونفيرتر تدخل له شيئا ويكبره إحنا أدخلنا له V ويخرج أدخلنا له V J ويخرج V يعني ضروري ما يكون V J أصغر من V يعني V J minus V سيكون سالبا وكذلك ما يسمى بما درسنا في الحلقة الماضية إندكتر فولت سيكون بالنس يعني درسنا بأن المتوسط القيمة للإندكتر فولتيج اللي كانت هي واحد على T S إنتجرال من سفر إلى T S البريود ل V L D T هذا كان هو سفر بالنسبة للإندكتر فولت سيكون بالنس يعني ما درسناه في المرة الماضية وهذا ما هو إلا الانتجرال من سفر إلى T S ل V L D T V L D times D T ما هو إلا المساحة تحت V L يعني لكي تكون هاد المساحتين يعني الجمع بينهما سفر ضروري أن تكونوا واحد هذا موجب أو أحد سالبا أو كانوا بعضهم موجب لما استطعنا بأن بأن يكون بأن يتحقق الاندكتر Voltage Second Balance هذه القيمة اللي يجب أن تكون سالبا وهي تكلمنا عليها الاندكتر Volt Second Balance ممكن أن نطبقها الآن على هذا الاندكتر Voltage ما تقول هي تقول بأن المتوسط القيمة للاندكتر Voltage هو سفر ومتوسط القيمة هو 1 على TS Integral من سفر TS لVLT times dt يعني لو أردنا أن نحسب أولا هذا الاندكتر ما هو إلا المساحة تحت V L هذه المساحة زائد هذه المساحة هذه المساحة زائد هذه المساحة وما هي إلا طول في العرض والطول في هذه المرحلة هو D times TS times العرض وVJ وفي المرحلة الثانية زائد هذه المساحة ما هي إلا VJ minus V times D فتحة times TS هذه D فتحة نقصم على TS نختزل بالTS يعني equal to zero and collect terms ونقوم بالبحث عن V وسنجدوا بأن V هي VJ يعني هذا هو Output هذا هو Load Voltage على D فتحة وكل درسنا بأن D فتحة هي واحد عرفناها في الحصة الأولى هي 1-D لأن D times DS زائد 1-D times DS ما هي إلا DS يعني هذه تكون هي مرحلة الأولى اللي هي position one وهذه سكون position two يعني وهذه واحد نقص D عرفناه بأن هو تفتحة يعني هذه العلاقة لل boost converter ممكن أن نعرف الconversion ratio كما عرفنا عند back converter ما هو إلا Output هو Load Voltage على الانبوت اللي هو VG يعني هو واحد على D فتحة أو هو واحد على واحد نقص D بالنسبة للback converter كان M D هو D لذلك البوست converter ماذا يفعل هو D فتحة كذلك أصغر من واحد يعني واحد على D فتحة أكبر من واحد يعني سيقوم البوست converter ندخل له VG وسيقوم بتكبيره لذلك ف Inductor Volt Second Balance ساعدتنا على إيجاد علاقة مبين ال Input وال Output بالنسبة لل boost converter وهذا هو المنحنة كما رسمناه بالنسبة لل back converter بالنسبة لل back converter كان على الشكل التالي لأن بالنسبة لل converter كان هذا هو conversion ratio وهنا نرى بالنسبة لل boost converter لما يكون ال D يساوي صفرا هون و ال D فتحة ستكون ستساوي واحد يعني سيكون ال Conversion ratio واحد يعني ما تدخل سيبقى على حاله ولما يكون ال D يعني يذهب إلى واحد هون فهذا المجال ستكون هذه القيمة ما لنهاية يعني ستدخل VN وستعطك ما لنهاية هذا غير موجود ما لنهاية لو قمنا بموديلينج لل losses يعني participation معتلا الموجودة في L يعني ال equivalent zero resistance كذلك هناك losses وستمنع البوست من أنه سيأتي لكي يكون ال day يسيبقى واحد لكي يكون هذا لما لنهاية الآن ممكن لنا أن نبحث على ال Inductor current DTC component لأننا قلنا بأن ال Inductor current كنا رأينا بأن هو يتكون من DTC component ومن يعني من Ripple هذا كان هو Delta EL مثلا نقوم الآن بالبحث عن القطعة DTC يعني Steady State Component سنستعمل ما يسمى بالcapacitor charge balance درسناها كذلك في الحصة الماضية ماذا تقولنا للcapacitor charge balance تقول لنا بأن متوسط القيمة أو average value للcapacitor current هو سفر و ما هي إلا واحد على period من 0 إلى TS للcapacitor current ليس ال Inductor هو للسفر لكن متوسط القيمة وكذلك عند ال Inductor Volt Second Balance ليس ال Inductor هو 0 ولكن متوسط القيمة وهذه إتسي 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 كانت عندنا يعني الضارة هون وهذه اللود والتيار يعني من من الاندكتور ينقسم التيار مثلاً البوزيشن تو ينقسم إلى إتنين لذلك فهو من DS إلى DS ما هو إلا E يعني Inductor ناقص بدون ريبل ناقص ناقص لود يعني هذا التيار ناقص لود هو في هذه المرحلة وفي المرحلة الأولى كانت الضارة على الشكل التالي هو أن قسمت الضارة وكان هذا وكان غير شغالة كان المصفد شغال هنا كان يدور وهون كان يدور وكان كان هو ناقص يعني العكس لود وهو هذا سنقوم بحساب هذا الانتجرال هو من لكي نستطيع المتوسط القيبة الانتجرال من السفر إلى ما هو إلا هذه المساحة وهذه المساحة يعني الجمع الطول من من عرض في الطول تايمز زائد العرض في الطول هون هي تايمز 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 ونقوم بالبحث عن ما نبحث عليه الانتجرال كانت ونقوم بتايمز بي 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 جي لأن رأينا بأن رأينا بأن بي تساوي تايمز 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 لأوتبوط والتج بالإنبوت والتج تعلقون بواحدة على الدفتحة يعني الاوتبوت على الانبوت يساوي واحدة على الدفتحة هذا أوت وهذا إن وكذلك هذا الاندكتور كارنس دي تسي كومبوننت هي وهذا في جي على أر ليس هذي بل هذي E تساوي V على D فتحة R V على D فتحة R يعني Load Current D C عنده علاقة بالOutput Voltage بالOutput Current لأن ما هو V على R ما هو إلا Load Current يعني علاقة ما بالInductor Current والLoad Current كذلك تتعلق بواحد علاقة دي فتحة كون الOut والInput يعني الInductor Current والLoad Current يعني هاد الفاكتور هادا هاد القيمة هادي هي يعني توحد بين هاد العلاقات هادي لما قمنا ب إيجاد هاد القيمة دي تسي كومبوننتس لالإندوكتور كورننتس ممكن لنا أن نبحث عن الاندوكتور كورننت ريبل إنه تكون هادا هو دي تسي كومبوننتس ويكون عندنا ريبل يعني هون فيكون هادا تعريف هو دلتا إي أل ونفس الشيء إنه هادا ريبل يعني سيكون هادا دي تسي كومبوننتس ما بينه سيكون هادا كذلك هو دلتا إي أل والجعم بينهما هو إثنان دلتا إي أل كي نقوم بالبحث عن الكورننت ريبل ماذا سنقوم لدينا هذه العلاقة يعني VLT تساوي LDLT على الدت يعني DLT على الدت ما هي إلا 1 على L VLT ونقوم بتعويد في البوزيشن وان مثلا EL أو VL يساوي رأينا قبل بأن VL يساوي VJ في البوزيشن وان يعني VJ على L يكون دل يعني يكون اللي هو التغيير EL بالنسبة للوقت هو VJ على L بالنسبة للوقت الزمني الأول في البوزيشن وان وفي البوزيشن تو رأينا بأن VL يساوي VJ ماينوس V يعني VJ ماينوس V تكون على L هو السلب في المرحلة الثانية يعني في البوزيشن تو وسيكون دوائي L ونقوم بالبحث في يعني تعريف السلب اللي هو التغيير EL في هاد البوزيشن سيكون هو إثنان دلتا L ماذا يساوي يساوي السلب انطلاقا من هاد D تتساوي 1 على L VL T times D T وسيكون L هنا VJ هو في المرحلة الأولى والوقت هو D T S وتكون هذه العلاقة وبذلك نبحث عن الريبل اللي هو دلتا L وسنكون قد وجدنا بأن دلتا L هي VJ على إثنان L times D T S وهذا والريبل قلنا بأننا يجب علينا أن نحد من الريبل أو من قيمة الاندوكتور كورنس لأن القيمة الاندوكتور كورنس ما هي إلا E يعني DT component للإندوكتور كورنس زائد الريبل ويقيمة تتعلق أن تمر من الترانزيستور وتيار يمر من الدايود يعني يجب علينا أن نحد منها أو نختار الpower mosfet والدايود يعني انطلاقا من هذا E زائد ريبل رأينا بأن الريبل DC components تتعلق ب load current لأن E تساوي V على D فتحة times R يعني capital E هي V على D فتحة times R و V على R ما هو إلا load current يعني DC component للإندوكتور voltage تتعلق بالload والريبل يتعلق بالإندوكتور يعني يجب علينا أن نختار هذا الإندوكتور وفقا لهذا لهذه specification كي نحصل على ريبل أو على pick current دي دي تسي component زائد ريبل كي يعني لا نتج جاوزة الآن نأتي إلى ال capacitor voltage ripple لأن هذا الريبل هذا الcapacitor voltage في output هو نفس ما سنطبقه على load الcapacitor voltage في المرحلة الأولى عندنا هون إتسي هذا هو الcapacitor current يعني هو ناقص V على R في المرحلة الأولى و E ناقص V على R في المرحلة الثانية ناقص V على R position 1 position 2 ماذا لدينا لدينا هذه العلاقة ما بين E للcapacitor ما هي إلا T D V T T على D T يعني D V T T على D T ما هي إلا 1 على T T T ونقوم بعملية تعويض في position 1 قلنا بإن T ما هو إلا ناقص V على R وبالتالي سيكون عندنا minus V على R T يعني يكون هذا هو slope يعني تغيير تغيير V C بالنسبة للزمن هو ناقص V على R C في هذه position وفي position الثانية سنعود E C B B E V على R بحيث سنجد هذا slope بحيث هذا هو slope E على C V على C في position 2 و وهون كذلك output voltage أو capacitor voltage اللي نعم هو زيان نفس شيء فهو يتضمن DC component وهذا الريبل كذلك هو يعني delta V هون وكذلك delta V هون يعني ناقص 2 delta V هو التغير في output capacitor من هون من هذه النقطة إلى هذه النقطة في هذه المدة الزمنية الأولى في position 1 وسيكون ما هو إلا لو قمنا هون من هون dv c t هو slope times dt يعني سنقوم بهذا slope times dt dt في هذه المدة الزمنية هي dts سنعود ذلك وسنبحث عن الريبل الذي نريد البحث عنه وسيكون الريبل هو V على rt times d times dts يعني فالريبل تتعلق بالduty cycle بالperiod بالoutput وب r و c لكن هناك شيء هذا ripple يعني إديالي يعني مثالي في الواقع خصوصا Electrolytic Capacitors يتكونون ويتضمنون ما يسمى بال Equivalent Series Resistor وهو قيمة معينة بالاوم أو الميلي اوم وهنا قمنا فقط ب استعمال V يعني هذا المثال لكن هناك قيمة ستضاف إلى V وهي ASR times current يعني capacitor current وهذا سيجعل هذا يعني هذا الريبل يكبر شيئا ما يعني استطعنا في هذه الحصة بأن نقوم ب boost analysis يعني boost converter analysis استطعنا ب استعمال inductor second balance والcapacitor charge balance بأن نبحث عن DC voltages و DC currents لأن كل شيء نقوم به في steady state مرحلة استقرار و قمنا بحساب output voltage والinput voltage العلاقة ما بينهما كانت علاقة يعني تتعلق بالconversion ratio و استطعنا بأن نجد الريبل في inductor current inductor current استطعنا أن نجد الريبل استطعنا بأن نجد الريبل في capacitor voltage و كل هذا ساعد ذاتنا ما تسمى بسمال ripple approximation inductor volt second balance وما يسمى ب capacitor charge balance و بهذا سنكون قد أتينا لنهاية الحلقة ما سنقوم بإن شاء الله في الحلقات القادمة الآن قمنا بتعريف الباك قمنا بتعريف البوست رأينا كيف مساعدة هذه الطرق ثلاثة كيف نستطيع أن نجد ريبل كيف نستطيع أن نعمل design لل L نعمل design لل output capacitor ممكن أن نحسب يعني current والvoltage بالswitch وبالضايود يعني ممكن نعمل design أن نعمل design لل components لل buck وال boost كي نختار components ولما ننتهي من اختيار components ممكن أن نستعمل software يدعى plex ونقوم بمحاكاة كل ما قمنا بتصميمه وإن شاء الله يعني سيكون هذا هو مضمون الفقرات القادمة بهذا قد أكون وصلت لنهاية الحلقة إن أعجبكم أعجبتكم هذه المعلومات أو كانت مهمة فعملوا like و subscribe لكي أتعرف بأنكم يعني مهتمين بهذه الأمور وإن شاء الله كي تزلقوا المعلومات التي تهم هذه المواضيع switch mode power supply في هذه السلسلة وبذلك شكرا لتتبعكم وإلى الحرقة القادمة إن شاء الله السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر